أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الصدقة نور تنور حياة الإنسان تنور طريقه إلى رب العالمين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون نداء لطيف في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا كان سيدنا عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه دائما بعد النداء يأتي الخير والنفع للعبد دائما بعد النداء تأتي الأوامر الإلهية والنواهي الربانية التي تجعل منهجا للعبد يسير فيه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا النفقة مفهومها واسع لذلك لا أريد أن أقف بالنفقة عند نفقة المال هناك نفقات معنوية بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تبسمك في وجه أخيك صدقة هذه البسمة التي ترتسم على وجه العبد كم دفعت من خصومات وكم أتت بأبواب خير كم جعلت المحبة والمودة بين الناس مجرد أن يرسم الإنسان بسمة على وجهه عند ملاقات الناس تكون في ميزان حسناته لذلك كل من يبتسم في وجه الناس تفتح له الأرزاق وتفتح له القلوب تبسمك في وجه أخيك صدقة وما أيصر هذا وما أجمل هذا عندما يبتسم الإنسان في وجه أخيه تكتب له حسنات عند الله الكلمة الطيبة نفقة من النفقات وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال الكلمة الطيبة صدقة والقرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كم غيرت الكلمة من قلوب اجتمعت على الخصام فصارت إلى المودة والوئام كم غيرت الكلمة مشاكل ربما ستؤجج نار العداوة بين الناس وبكلمة طيبة صارت المحبة بينهم الكلمة الطيبة صدقة رضي الله عن الصالحين ما كانوا ينطقون إلا بالكلام الطيب ما كانت تعرف ألسنتهم سوء الكلام ولا قبيح الكلام الكلمة الطيبة صدقة مفهوم عام ومفهوم واسع لمعنى النفقة ومن النفقات أن تعلم غيرك كيف يتكسب أن تنقل خبرتك إلى الآخرين أن تعين الضعيف كيف يسترزق وكيف يطعم وكيف يعمل لذلك أن تتجد بعض الناس ربما يكون في مهن أو في أعمال يبخل بنقل خبرته إلى من دونه وكأنه يريد أن يستحوذ على أفكار العمل وعلى خبايا المهنة وعلى أسرار الصنعة فهذا نوع من البخل كما أن من يبذل هذا هو نوع من النفقة لذلك كان مفهوم النفقة أوسع من مفهومنا نحن نفهم النفقة أنها نفقة المال نعم نفقة المال من أعظم النفقات ولكن النفقات المعنوية لها دورها ولها مكانتها فيما بيننا الابتسامة الكلمة الطيبة أن تنفع الآخرين بنقل خبرتك أن تعين الضعيفة كل هذه نفقات أن تصلح بين الناس وتعطيهم من وقتك وجهدك هذا باب عظيم من أبواب النفقات كل هؤلاء يأتون يوم القيامة تحت ظل صدقاتهم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بابتسامة بمن أنفق صدقة أطعم بها نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن العمل وحسن القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر